تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح اليوم حفل تخريج دفعة طلب الطباط السادسة والأربعين بكلية عالي الصباح العسكرية ووصل موكب سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العالي الصباح ومساعد أمر كلية عالي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع العتيبي وقيادات الكلية وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلب الخريجين والمواطنين وبدأ الحفل بالسلام الوطني موسيقى 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 ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بعدها كلمة أمر كلية عالي الصباح العسكرية ألقاها مساعد أمر الكلية جاء فيها إنه لشرف عظيم نرتقبه كل عام بفخر واعتزاز لنحظى بالمشاركة الكريمة والرعاية الأبوية السامية لأميرنا المفدأ وقائدنا الأعلى لتخريج دفعة جديدة من كلية عالي الصباح العسكرية لتنضم إلى مواكب التضحية والعطاء والتفاني والفداء التي يحفل بها الوطن ويعتز بها جيشنا الباسل إنه من الأيام التي تزه بها الكويت وتفخر وأي فخر أبهى وأجمل وأبهى من الاحتفال بثلة تتشرف بعرض أرواحها فداء للوطن ثم قام أمير طابور العرض العسكري بالاستئذان من سموه وحفظه الله ببدء مراسم التخرج بعد ذلك بدأ طابور العرض العسكري أعقبه تسليم واستلام عالم كلية عالي الصباح العسكرية بين دفعة الطلبة الضباط السادسة والأربعين ودفعة الطلبة الضباط السابعة والأربعين تلاهم صراف الخريجين وعرض الفصيل الصامت مع موسيقى الجيش وقامت طلبة الضباط الخريجون بدخول ساحة الكلية ثم ألقى النقيب دار مشعل البوغان قصيدة شعرية بهذه المناسبة قال فيها عاش الوطن بالخير والعزم حكوم نعمة من الخالق وهم سبابها آل الصباح اللي مواقفه مسلوم عوق المعاديها وعون أصحابها شيخة فخر ما هي قبل ليلة ويوم لها 300 سنة بحسابها وعاش الأمير القائد الأب الرحوم رمز الكويت وتاجها محرابها وبعدها تم الإعلان عن النتائج النهائية لدفعة الطلبة الضباط الخريجين ألقاها مدير الشؤون التعليمية والأكاديمية العقيد الركن عادل عبدالله الكندري هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية عالي الصباح العسكرية بعدها قام مساعد أمير قيادة شؤون الطلبة الضباط العقيد الركن صلاح خالد الحمدان بتلاوة القسم القانوني ومن ثم الاستئذان بانتهاء طابر العرض العسكري وعزف السلام الوطني إذانا بانتهاء الحفل هذا وتم إهداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله هدايا تذكارية بهذه المناسبة وقد غادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير ترجمة نانسي قنقر